موسيقى مشاهدين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج سياقات والتي نخصصها الحديث عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على إثر عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية قبل نحو أسبوع وأسفرت هذه العملية غير المسبوقة وفق المعطيات التي أعلن عنها حتى الآن عن مقتل أكثر من 2400 إسرائيلي وإصابة أكثر من 3000 جريح كما أسرت حماس وقوى المقاومة الفلسطينية الأخرى أكثر من 200 إسرائيلي حتى الآن وفق المعلومات التي يكشف عنها من حين لآخر العدو الإسرائيلي رد على فشله وإخفاقاته غير المسبوقة بعملية انتقام همجي من سكان غزة ومختلف أيضا للأراضي الفلسطينية حتى في الضفة الغربية أيضا هناك عشرات الشهداء حيث أدى القصف الانتقامي على غزة حتى الآن استشهاد أكثر من 1500 شهيد وأكثر من 4000 شريح والعدد في تصاعد أيضا الدعم الأمريكي والغربي غير المسبوقة للكيان الصهيوني سياسيا وإعلاميا وعسكريا حتى يقابله ضعف وترهل في المواقف الرسمية العربية والإسلامية بينما شهدت دول العالم الإسلامي مظاهرات شعبية غاضبة تجاه الكيان الصهيوني تحدث في هذه الحلقة عن رسائل وأهداف العملية العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية والمسارات التي من المتوقع أن تتجه إليها أحداث في ظل التهديدات الإسرائيلية بالقضايا على حماس وتهجير سكان قطاع غزة نتحدث كذلك عن مسؤولية ودول الأمة الإسلامية في إسناد الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة يسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ محمد جميل منصور القيادي الإسلامي مرحبا بك يا صلى الله عليه وسلم جميل في البداية ما قراءتكم لأهداف هذه العملية التي أطلقتها المقاومة في هذا التغريت بذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابع نبي إحسان إلى يوم الدين أولا شكرا جزيلا على هذه الفرصة التي يتاح لنا فيها ونحن لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك أن نسهم في هذه المعركة بالحديث بالكلام بالتحليل بالتشجيع فشكرا جزيلا على هذه السانحة وهذه الفرصة الواضح من خلال المعطيات المتوفرة أن العملية التي أطلقتها المقاومة في فلسطين وتتقدمها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها كانت لكثير من الأسباب أولا وهو من أهم الأسباب المعلنة كانت هناك عملية اقتحام مستمرة للمسجد العقصى المبارك كانت هناك محاولات التهويت التي لا تتوقف في القدس كلها وفي حو محيط العقصى بصفة خاصة كان هناك الاستمرار في خنقي وحصار غزة على كافة المستويات رغم كل التفاهمات التي وقعت في السابق إثر الحروب التي وقعت بين العدو الصهيوني والمقاومة بمختلف مجموعاتها وفصائلها وهناك الاستمرار في العمليات الاستطانية وممارسات الاحتلال الهمجية في الضفة الغربية في مختلف مستوياتها بفضلا عما يعانيه الفلسطينيون في أراضي الثمانية واربعين وما يعانيه الفلسطينيون حتى في الشتات كانت الوضعية الفلسطينية تقتضي فعلا من المقاومة وكانت وضعية المسجد العقصى المبارك بصفة خاصة تقتضي فعلا من المقاومة وكان مسار التطبيع الذي يسير في العالم العربي والإسلامي حينما أعلنت بعض الدول المهمة أنها تفكر أو على مشارف التطبيع كان لابد من خطوة كبيرة تنصر الأقصى تنصر غزة تنصر الشعب الفلسطيني تدافع عنه توقع في عدوه وتوقف أو تعطل مسار التطبيع الذي يهدد القضية الفلسطينية في عمقها باعتبار السياج الاستراتيجي لفلسطين وهو العالم العربي والإسلامي ولذلك كانت هذه العملية مفهومة والأسباب التي دفعت إليها مقنعة ولكن الطريقة التي وقعت بها هي التي فاجأت الجميع نحن فاجأت الجميع عدوا غربا داعما دول مطبعة أجهزة استخبارات أطراف فلسطينية للأسف متعاملة مع العدو فاجأت الجميع حتى ما تسرب من أن طرفا ما من الدول الإقليمية أحس بشيء ما وأخبر الكيان الصهيوني بأنه قد يحدث شيء ما كل هذا كان من باب الإحساس والتخمين ولم يكن دناء على معلومات تقارير وبالتالي أظهرت المقاومة وأظهرت كتاب عز الدين القسام قدرة أمنية عالية تلتها أيضا قدرة عسكرية عالية ولا شك أن كل هذا وقع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أنا من المقتنعين اقتناعا تاما أن رعاية الله كانت قبل وأثناء وبعد هذه العملية وأن كتائب المقاومة وجدت مددا من السماء وهي تؤدي هذه المهمة ولذلك كانت النتيجة هائلة لعلكم استمعتم إلى الصحف المشهور في قناة الجزيرة فوزي بشرة يقول بأن الخبر القول بأن إسرائيل تدمر قطاع غزة وتقتل الفلسطينيين في قطاع غزة هذا ليس خبرا بالمعنى الإعلامي الخبر الجديد هو يقتلون ونقتل يأخذون منا أسرع ونأخذ منهم أسرع نذخن فيهم كما أذخنوا فينا هذا هو الخبر الجديد ونجحت المقاومة وكتائب عز الدين القسام في مقدمتها في تحقيق ذلك على نحو كما أوضح ذلك نائب رئيس المكتب السياسي لحركة هماس صالح العروري على مستوى لم تكن المقاومة تتوقعه حتى لأنها كانت تتوقع معركة طويلة الأمد فإذا بها في ثلاث ساعات توقع الهزمة في العدو وتصل إلى قيادة الفرقة فرقة غزة المشهورة وتأخذ من شاءت من الأسرع المقاتلين والجنود والضباط والمستوطنين وبالتالي كانت العملية مفهومة ومبررة وحققت هدفها الرئيسي صحيح كانت هناك ردة فعل همجية ليست جديدة على الكيان الصهيوني وإن كان الحجم والسياق واللغة والأسلوب فيها بعض الجدة من باب تأكيد الإجرام والعدوان والهمجية كانت ردة الفعل مؤلمة ونحن نتابع الأوضاع في فلسطين وفي غزة بالتأكيد لا بد أن نتألم لهدم المساجد والمنازل لقتل الأطفال والنساء والشيوخ لتدمير هذه المدينة العزيزة على نفس كل مسلم وكل فلسطيني وكل مؤمن بقضيتها بالتأكيد ولكن الحرية في تاريخ الشعوب لا بد لها من ثمن والفلسطينيون أدرى الناس في تاريخ حركات التحرر بالثمن الذي ينبغي أن يدفع دفعه في الماضي وما زال من خلال القراءة والملاحوات التي نتابع من خلال وسائل الإعلام يؤكدون أنهم مستعدين لدفع ذلك الثمن ولذلك الناس اليوم يستغربون أنهم من تحت الأنقاض من بين المنازل المدمرة يعبر الفلسطينيون عن صبرهم وذباتهم وتشبثهم بالأرض وعن دعمهم للمقاومة التي يقول بعض المتقولين بأنها هي التي سببت هذه الهجمة وسببت هذا التدمير هذا التدمير جزء من سياسة الكيان الصيوني وليس جديدا بالمرة وبالتالي في الحقيقة لنا كأمة أن نستبشر وأن نفرح بهذه العملية رغم المأساة التي نعيشها الآن في غزة لنا أن نفخر بهذه المقاومة التي لم توقع في العدو فقط وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني وإنما أعادت الأمل لكل الأمة الذي تابع ما حدث يوم أمس من التحركات الجماهيرية الهائلة هذا عهدنا به قديم الدعم الشعب للقضية الفلسطينية تراجع للأسف في الفترات الماضية الآن فلسطين وطفان الأقصى وكتائب القسام وفصائل المقاومة تعيد للأمة حيويتها وبالتالي تحررها مع أنها تحرر فلسطين أيضا وتحرر القضية نعم ربما من المبكر الحديث عن آثار وتأثير هذه العملية ولكن لو أردنا أن نتحدى بشكل مبدئي عن تأثيرها المباشر على الفداء الفلسطيني وعلى المواطن الفلسطيني وعلى الأمة الإسلامية ما الذي أضافته هذه العملية لوجدان المسلم والعربي الحديث عن آثارها وارد والحديث عن تأثيراتها وارد والحديث عن الجو الذي خلقته هذه العملية وخلقه طفان الأقصى وارد تماما الذي يتابع وسائل الإعلام يتابع الفضاء الاجتماعي يدركه إلى أي حد أثرت هذه العملية أنا كنت أتابع قبل قليل تغريدة لأحد الشخصيات السعودية الكبيرة والمحترمة وذات الوظيفة الدولية المهمة في السابق يكتب ويدعو لمقاطعة مكدولانس ويطالب كل الناس بأن يقاطعوها هناك حيوية عادة للناس وشجاعة في التعبير عن المواقف كل هذا بسبب الجو الذي خلقه طوفان المقاومة أمس المملكة العربية السعودية تسرب أنها تجمد مسار التطبيع الذي كانت تفكر فيه المطبعون العرب يتكلمون كلاما غير كلام ساقط كلام ضعيف كلام مكشوف أهله يحسون أنهم وقعوا في جرم كبير وأن الوضعية لم تعود تتحمل هذا الجرم أن الأحداث تجاوزهم وبالتالي هم لا يتراجعون عنه ولكنهم يدركون من خلال حديثهم أنهم قد أساءوا إلى الأمة بهذه الفعلة وأن هذه العملية وهذا الطفال كشف زيفا مسار التطبيعي والمطبعين في المنطقة العملية عملية الطفان الأقصى عادت اليوم حينما تلاحظ وتتابع حديث الاستراتيجيين في مراكز الدراسات أو في تعليقهم في استوديوهات الأخبار في بعض الفضائيات بدأت قراءة استراتيجية للأوضاع وتوقعات لتحولات في ميزان القوة في المنطقة ولأن ما بعد طفان الأقصى ليس ما قبل الطفان الأقصى سواء على مستوى أهمية وحضور القضية الفلسطينية سواء على مستوى دور المقاومة بصفة عامة وقيادتها في عز الدين القسام بصفة خاصة سواء على مستوى كما أشرت إلى ذلك في السابق أيضا فشل مسار التطبيع فلنتوقع ولنتفاعل أننا ما بين متراجع عن التطبيع أو موقف لمسار التطبيع كان قد فكر فيه في السابق طيب سيد الرئيس هل حديث المتفائل عن تأثير الإيجاب لهذه العملية وقابله جانب آخر يتعلق أولا بحجب الدعم الأمريكي الذي بدأ متماهيا مع الموقف الصهيوني بل بدأ حيانا أكثر الصهيونية من الحكومة الأمينية الحالية الحديث تحريك البارجات الحديث الأمريكيين عن أنهم لن يسمحوا بتوسع الحرب أو تغيير المعادلات يتحدث عن الأمر بأكثر من صيغة المعادلة التي تجعل الملكيين الصهيوني القوة الأكبر في المنطقة برأيك هل هذه المحاولات الأمريكية ستؤدي إلى تقزيم النجاحات التي حققتها المقاومة بهذه العملية بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ستبذل شهودا كبيرة من أجل ذلك من أجل أن تشوش على طفان الأقصى وعلى نتائج طفان الأقصى أنا تابعت زيارة وزير الخارجي الأمريكي سواء في الكيان الصهيوني سواء في عمان أو في المنطقة الخليجية وقرأت في تصريحه الذي بدأ تداوله وأعتقد من البارحة أنه لا يزور ما سماه بإسرائيل كوزير خارجي للولايات المتحدة الأمريكية وإنما كيهودي قتل أبوه أو شيء من هذا القبل الموقف الأمريكي بلق درجة من الوقاحة والتحدي والصلف كان يستحي منها في السابق حتى الإدارات الجمهورية لم تصل إلى هذا المستوى الذي وصلته هذه الإدارة الديمقراطية اليوم أنا لا يهمني التبرير بأن الموضوع يتعلق بالتهيئة للانتخابات لأنه لا أريد أن تكون دماؤنا وأن تكون مصالحنا وأن يكون أمننا مجرد نقطة لحملة الانتخابية لأن يجح هذا ضد ذاك أو ذاك ضد هلا لكن في الحقيقة ذكرني حديث وزير الخارجي الأمريكي بما كنت قد قرأته في السابق عن وزير الخارجي الأمريكي لأسبق هنري كيسينجر حينما كتب في مذكراتي أنه يعلم كم لعب من دور في دعم الكيان الصهيوني في حرب الثلاثة وسبعين وأنه كان صاحب فكرة وتنفيذ ومتابعة الجسر الجوي الأمريكي نحو الكيان الصهيوني ويعرف دوره ومع ذلك يستقبل بالقبلات في القاهرة وهو ينزل إليها في إطار التفاوض المشهور الذي انتهى إلى الهدى ثم بعد ذلك إلى كم تف في الحقيقة كان هذا مؤلما هؤلاء القوم يتحدوننا هؤلاء القوم لا يقيمنا حسابا لأي مننا لو كانت دولنا الكبيرة فيها شيء من الكرامة فيها شيء من العزة على الأقل لوظفت لأوراق وعناصر القوة الموجودة عندها وهي كثيرة لا يرادوا نحن نملك كل منطقة الأكثر احتياطي في مجال النفط استراتيجيا في العالم نحن نملك أهم دولة في الشرق الأوسط من حيث اعداد السكان والقوة العسكرية والأهمية الاستراتيجية لكنك لا تجد أحدا من هؤلاء يعبر عن ما يناسب وهي فرصة لأن نترحم على الملك فيصد ومواقفه التي كانت قوية حينها واستعداده لإدخال سلاح النفط في المعركة من أجل فلسطين ومن أجل القدس الدور الأمريكي اليوم دور مبالغ في التحدي حتى بلغ أنه الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبيرة وينبغي أن تكون محترمة وهي للأسف ليست كذلك يصرح رئيسها بأخبار مصدرها نتنياهو ثم يضطر البيت الأبيض أن يصحح ذلك بعد ذلك لأنه في الحقيقة كانت فضيحة أن يتكلم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية معلوات كاذبة أعطاها قائد القوم البهد وبالتالي الدور الأمريكي ومعه دور كثير من الدول الأوروبية للأسف هو دور خبيث دور عالني في دعم الكيان الصهيوني تجاوز كل الحدود ولكن أيضا بالمقابل نلاحظ أن هناك هبة شعبية ليس فقط في العالم العربي والإسلامي اليوم كنا نشاهد مظاهرات لندن مظاهرات برشلونة قبل ذلك شيكاغو نيورك نيورك مجموعة من البدأت تتحرك الشعوب فعلا ضد هذا الصلف أنا تابعت مداخلة لنائب برلماني بلجيكي ونائب بلجيكية ونائب فرنسية في البرلمان الفرنسي كانت قوية جدا ضد السياسات الغربية وسياسات دولهم في هذه الفضيحة بحيث أنهم يتبعون قرارات ومعلومات وإجراءات نتنياهو في حربه المجرمة ضد الفلسطينيين وضد غزة ولذلك أعتقد أن المحاولات الأمريكية رغم قوة الولايات المتحدة الأمريكية ورغم تأثيرها على كثير من دولنا ورغم عدم إحساس كثير من قادتنا للأسف بعدم إحساسهم بعناصر القوى التي يملكون وبأهمية الأمة التي يقودون رغم كل ذلك فلا أعتقد أن السياسة الأمريكية الآن ستنجح في مسعاها على الأقل على المستوى الذي يضر القيمة الاستراتيجية والنتيجة الاستراتيجية لطفان الأقصى قد تنجح في خطوة بسيطة أو في ضغط هنا أو هناك ولكن الأهمية الاستراتيجية لطفان الأقصى النتيجة الاستراتيجية لطفان الأقصى تأثير طوفان لقصة على مسار الصراع في فلسطين أعتقد أنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول أوروبا تابعة لها تستطيع تغير جوهر هذا الانتصار أعتقد أنه إذا طالت الحرب وتداخلت فيها العوامل المحلية والإقليمية ربما الأمور تذهب في اتجاه ستكون نتائجه سلبية على هؤلاء أكثر إن شاء الله طيب نوايا الكيان الصهيوني العدوانية تجاه قطاع غزة هي نوايا معلنة الحديث عن اقتلاع حماس يقولونها بصيغة مختلفة أو حتى الإشارات إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجير مرة أخرى سواء إلى دول مجاورة أو غير ذلك من الخيارات التي تطرح ويقال أن وزير خارجي الأمريكي يحمل خطة بهذا السياق في زيارات المنطقة ما هي الخيارات الآن أمام المقاومة الفلسطينية لمواجهة هذا الواقع عدو هامجي لديه مبرر لينتقم وهو أصلا لا يكون يحتاج إلى مبرر ولكن هذه المرة يريد أن ينتقم بشكل معلن وهناك إسناد أيضا غربي وأمريكي له ما هي الخيارات أمام المقاومة؟ أخي الكريم أنا تابع التصريحات وقادة الكيان الصهيوني التي يتحدثون فيها عن تدمير حماس وإنهاء حماس وإفناء حماس في المقاومة الأمر بسيط وقريب لو كان الكيان الصهيوني قادرة على إفناء المقاومة وإفناء حماس فعلها من قبل وحينها كانت حماس أقل عددا وأضعف تنظيما وأقل جيشا وأقل خبرة وتدريبا وبالتالي لم يقصر الكيان الصهيوني يوم من الأيام في استهداف المقاومة وفي استهداف كثائل عز دين القسام ولكنه لا يستطيع كم من محتل وكم من مستعمر وكم من ظالم كان يرغب ويريد أن ينهي مقاومه وأن ينهي الذين يرفضون ظلمه ويواجهونه ولكنه لا يستطيع هذا التدافع بين الحق والباطل هذا التدافع بين الظالم والمظلوم سنة ماضية والانتصار فيها إن شاء الله تعالى يكون للمظلوم وصاحب الحق بإذن الله لأنه ما ضع حق وراءه مطالب هذه سنة الله وحمالة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجاهدين هذا مقتضى إيماني مقتضى إيماني نعم سيدا رئيس وبالتالي 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 موضوع خيارات ما تفعله خيارات المقاومة الآن أعتقد أن العملية عملية صبر والإخوة في حماس وفي المقاومة لديهم تجربة كبيرة في هذا المجال وعيشنا حروبا كان الأكثر صبرا فيها والذي كان ينتصر في النهاية حتى الآن ما سمعته في مصر نسبيا مطمئن أنهم لا يقبلون عملية التهجير لأن عملية التهجير هذه عملية لا معنى لها أصلا هذه أرضهم وهم باقون في أرضهم ولاحظنا أيضا يوم أمس أن كل تحرك في إطار الانتقال يكون هدفا لطائرات الكيام الصيوني سبعون شهيدا وأكثر من متين جريح في القافلة التي كانت تنتقل من طرف من غزة إلى طرف آخر في غزة ولذلك لا معنى لعملية التهجير والشعب الفلسطيني أيضا يعرفها ويعرف نتائج الترانسفار تاريخيا وبالتالي لا أعتقد أنه للشعب الفلسطيني وللمقاومة وحتى الآن يبدو أيضا أن الجران لا يقبلون ذلك ولا يريدونه وبالتالي لن تنجح إسرائيل لن نجح الكيام الصيوني في تحقيق هذا الهدف يبقى ما الذي أنت تلاحظ اليوم أن نتائج القصف الصيوني أغلبها منازل دملت مساجد دملت أطفال سيوخ نيسة مدنيون قتلوا لم نسمع الكيام الصيوني يدعي بأنه حقق أهدافا استراتيجية ضد المقاومة بشكل ملموس ويستطيع أن يصور ما يفعله وما يقوم به حتى الآن استشهد قائدان سياسيان من حماس الخسائر العسكرية للمقاومة لا تبدو بذلك الحجم بالتأكيد ستكون موجودة لأنها هي حرب هي معركة تبدو المقاومة في كل مرة تقدم أمرا جديدا تقدم خطوة جديدة تفاجئ العدو العالم بأنها تحدد الوقت الذي تستعمل فيه هذا السلاح أو هذه الاستراتيجية أو هذه الآلية وبالتالي أعتقد أنه عملية صبر عملية دعم من قبل صعوب الأمة عملية توبة وللأسف الأمل فيها ضعيف من طرف الأنظمة من مواقفها المتخاذلة لكن أعتقد بإذن الله أن ثبات المقاومين قوة المقاومين اتفاف الشعب رغم المأساة حولهم تضامن الشعوب العربية والإسلامية بل شعوب العالم معهم بإذن الله تعالى ستكون تلك العوامل مساعدة أن تضل نتائج طفان الأقصى نتائج استراتيجية هائلة لصالح القضية وضد العدو وضد مشروعه الاستطان والاستعمار والإحلال وضد داعمه من الغربيين اسمح لي سيد الرئيس أن نأخذ فاصلا قصيرا مشاهدين كرام اوقعوا معنا استجابة لنداء الأخوة الإسلامية ومساهمة في مؤازرة إخوتنا المرابطين في أكناف بيت المقبس يعلن الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني عن فتح باب التبرع لدعم أهل الخدس وغزة للاتصال الهاتف والواتساب الموحد 20 22 22 82 82 بانكي 0 0 57 82 السداد ومصرفي 22 23 27 38 مشاهدين كرام أهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج السياقات والذين نتحدث فيه عن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية قبل نحو أسبوع وردود الأفعال عليها والحرب العدوانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الأراضي الفلسطينية وخاصة قطع غزة خلال الأيام الماضية معنا الأستاذ محمد جميل منصور القيادي الإسلامي ومرحبا بك من جديد أستاذ محمد جميل حجم الخسائر في الكيان الصهيوني هو رقم ليس معهودا على الأقل خلال العقود الأخيرة هناك إهانة للكيان الصهيوني هناك هشاشة داخل المجتمع الصهيوني خلال الأشهر تصعدت خلال الأشهر الماضية برأيك هل قراءة المقاومة الفلسطينية توقيت بشكل جيد بحيث جاءت هذه العملية والكيان الصهيوني في أضعف مراحله حيث توقيت شوف أخي الكريم لا شك أن المقاومة لديها القدرة على قراءة السياق والظروف التي تحيط بها وقراءة أوضاع العدو من حيث التماسك وعكسه من حيث المشاكل التي يعيشها وقراءة أيضا الوضع الإقليمي والدولي وما يمكن أن يقع من دعم أو إسناد له في مثل هذه الحالات هي لا يمكن أن تنتظر حتى تكون كل الأجواء المحيطة بعملية ستقوم بها أجواء مناسبة ولصالحها هي على الأقل توظف فرصة إذا وجدت في العدو ضعفا واختلافا وفي قيادته معاناة تعيشها نتيجة للمشاكل السياسية الكبيرة التي نتنياهم ومسار يسير بسرعة مزعجة في مجال التطبيع في العالم العربي هي لابد أن تقدم على هذه الخطوة وهي مقدمة عليها في كل حال فتنظر إلى الظروف الموضوعية الخاصة باستعداداتها هي وبقدرتها على أحسن تنفيذ ممكن لهذه العملية ولعلها كانت ناجهة في ذلك بفضل الله وتوفيقي فعلا أنا أصدد أن المقاومة لم تتوقع هذا المستوى من النجاح وأن انهيار الجيش الذي لا يقهر انهيار فعلا ينبغي لكل مهتم بالقضية رافض للكيان الصيوني أو حتى داعي من له أن يقرأها بعناية أن مئات من المقاتلين بأسلحة عادية لكن بشجاعة وإقدام وإيمان وتوكل غير عادية استطاعوا أن يوقعوا هذه الهزيمة ويحقق هذه النتيجة في طفان الأقصى والذي يبدو من خلال الموطيات أن الموضوع لم يكن عملية تقعوا في السابع من أكتوبر وتنتهي ولكن يقدرون أن هناك ردة فعلي ستكون كانوا يقدرون أن معركة طويلة ستقع قبل تحقيق النتائج المتوقعة ثم ستكون هناك ردة فعلي منتقمة ولا شك أنهم يقدرون حجم الدعم الدولي الغربي للكيان الصيوني ولذلك كانت الأمور تتطلب وكما أشار إلى ذلك نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح عروري أن الخطة الدفاعية لحماس أقوى من الخطة الهجومية التي نفذتها يوم السابع من أكتوبر وبالتالي أعتقد أن المقاومة نجحت في عمليتها ونجحت في اختيار الوقت بأحسن الظروف الممكنة في الأجواء التي تمر بها الأمة وأن أي تأخير لها ربما ستكون كلفته السياسية وربما كلفته العملية لأنه كلما أخرت عملية من هذا النوع كلما زادت احتمالات تعرف العدو أو تسر ببعض المعلومات منها لا تنسى أن هذه العملية بالتأكيد كان يحضر لها منذ وقت شارك فيها عدد كبير من الناس مخططون مهيئون منفذون ولذلك كان من المفروض أن تنفذ في أسرع وقت ممكن وبالتالي اختاروا هذا الوقت ولعل أيضا هذا التاريخ له دلالة ورمزية كبيرة نحن في السابع من أكتوبر أصبحنا على هذه العملية وكنا يوم أمس في السادس من أكتوبر نعيش ذكرى حرب 73 إذن هذه العملية الآن تاريخنا سيذكر دائما ستة أكتوبر وسبعة أكتوبر وبالتالي لأنهما لحظتان فارقتان في تاريخ الأمة وانتصاران يتيمان في معاركنا مع العدو معاركنا نحن بصفة عامة لكن المقاومة فعلا حققت انتصارات عديدة سواء في فلسطين أو في جنوب لبنان أو في غيرها من الأماكن إذن نحن أمام عملية ناجحة إذا كانت المقاومة وكتائبها ارتكبت خطأا أو شيئا من ذلك القبيل فلا يبدو لي والله أعلم وإذا بدأ ليس هذا وقت ذكره أيضا في هذه المرحلة طيب سيد الرئيس هل هناك إمكاني يدخل أطراف أخرى في هذه المعركة هناك حديث عن ربما مع تصاعد الحرب يمكن للحزب الله أن يتدخل في جنوب لبنان حتى الأوضاع في سوريا بما أن تشهد الطرابات حدودية مع الكيام الصهوني يمكن أيضا لبعض المجموعات المسلحة وحتى الفلسطينيين في هذه الدول أنفسهم أن يقوموا بعمليات وهناك أكثر من عملية نفذت حتى الآن خلال الأيام الماضية هل يمكن أن يكون لمثل هذه الأحداث على طول الشريطة الحدود مع الكيام الصهوني تأثير على الأوضاع في اقتعه في الحقيقة قد يكون الأهم المتابع للمشهد الفلسطيني أن تدخل الضفة على الخط لأنه في الحقيقة حتى الآن الاعتقالات بالمئة من طرف القيام الصهوني من قيادات حماس تم اعتقالها في الضفة الغربية طال الأمد والناس تنتظر أن الضفة الغربية أعرف أن هناك صعوبات كبيرة جدا وأعرف أن المقاومة لو كانت تستطيع أن تفعل ذلك لفعلته الآن ولكن في الحقيقة فيها أوقات معينة وظروف تضطر الناس حتى غير المقاومة في انطلاق في عملية إسناد حقيقية وتحريك حقيقية للضفة وحينها سيصاب العدو بصعوبات كبيرة جدا لأن الضفة سواء من حيث المساحة ملتحمة على الأراضي الفلسطينية المسألة الأخرى أن الحسابات الاستراتيجية والحذر الاستراتيجي والحذر السياسي يجعل بعض الأطراف تتردد وهذه حالة وقعت دائما بين القضية الفلسطينية والمقاومة في جنوب لبنان مرة تقاتل هذه فتدعمها تلك دون أن تدخل المعركة ومرة تقاتل هذه فتدعمها تلك دون أن تدخل المعركة حتى الآن حدثت مناوشات سواء بين مجموعات فلسطينية في لبنان مع الكيان الصيوني وسواء بين حزب الله والكيان الصيوني ما زالت محدودة وبعض التصريحات تقول بأن حزب الله سيدخل المعركة إذا دخلت القوات الصيونية دخلت بريا إلى غزة ويبدو أن الدخول البر لغزة رغم استبعاد بعض المحلين الاستراتيجيين له يبدو أنه في الأفق صحيح قرأت التصريح الأمريكي تصريحا تبريريا وليس حقيقيا حينما يقول الأمريكيون بأنهم طلبوا من الكيان الصيوني تأجيل الدخول البري فلا يعني ذلك أنهم طلبوه فعلا لأهداف إنسانية وإنما ليعطوا مبررا لتأجيل لعملية أول من يخافها هو الإسرائيليون لأنهم إذا كانوا قد وجدوا هذه الخسائر في عقل دارهم بدخول مئات فما بالك إذا دخلوا على ألاف من المقاتلين المؤمنين الأشداء الذين أيضا يريدون أن ينتقموا لهذه المأساة الإنسانية الكبيرة التي تعيشها غزة بفعل الطيران الصيوني والعدوان الصيوني أعتقد أن تطور الحرب طول الحرب حجم التدمير وحجم العدوان القدرة على اختراق بعض التداخلات الدولية والإقليمية قد تؤدي إلى أن تتسع الحرب جنوبا وشمالا لكن في الحقيقة من الصعب تصور ذلك بهذه السهولة إذا وقع أعتقد أن الأمر سيكون له تأثير كبير في المنطقة صحيح الكيان الصيوني كان يستعد لمثل هذه السيناريو وسيكون الدعم الغربي والأمريكي أكثر وأقوى في هذا السياق ولعلكم تابعتم تصريحات الأمريكان بأن من أهم أهدافهم هو أن لا يدخل حزب الله الحرب لكن إذا وقعت الحرب على النحو القوي في تلك الجبهة مع الجبهة الفلسطينية في غزة وفي حدودها أعتقد أن الأمر سيتطور تطورا هائلا أنا من المتفائلين نسبيا بالموقف الروسي هذا لافت اليوم أنا كنت من أكثر وإشهدت حماس به متحمسين في الدفاع عن الأوكرانيين ضد الغزو الروسي باعتبار أن قضايا الشعوب لا تتجزأ لا تتجزأ لكن في الحقيقة أساءني كثيرا وأساء كل الأمة تصريح هذا الذي يسمونه الرئيس الأوكراني وهذا التصريح الذي أدل بها الرئيس فلادمير بوتن يوم أمس وتلقته حماس أيضا بالترحيب وتلقته الأمة نحن أمة ينبغي أن نفرح لمن يقف موقفا إيجابيا معنا حتى ولو كان محدودا حتى ولو ربط بين إيقاف العدوان وإطلاق الأسراء لكنه بدأ بإيقاف العدوان ثم جاء إطلاق الأسراء عكس بعض الخطابات الأخرى وأيضا نتجر أمة لا تغضب من من يظلمها ويستهدفها ويعتدي عليها ولا تفرح لمن يقف معها ويؤيدها له نسبيا أمة بلا كرامة في الحقيقة أنا من الذين نظروا إلى هذا الموقف الذي عبر عنه بوتن أمس بشيء من الارتياح والاحترام وأرجو أن يتطور لو أخذنا عن الاعتبار تاريخيا صحيح أنا أدريك أنا أدريك لكن الآن الوضعية ربما مختلفة وأعرف حجم العلاقات الروسية الصهيونية وأدريك أيضا الحساسية في بعض ضوائل القرار الروسي من العرب ومن المسلمين ولكن في الحقيقة سياسة الدولية تقتضي أحيانا بعض المواقف والمبادرات التي تعبر عن قراءة لتلك اللحظة ولموازن القوة فيها والروس لديها مشاكل مع الغربيين ومع الأمريكان حقيقية أرجو أن يتطور هذا الموقف وأن يتطور موقف صيني مشابه وأن توجد كتلة دولية توقف هذا الصلف الأمريكي وهذا الموقف لا معقول الذي تعتقده الولايات المتحدة الأمريكية دعم الكيان الصيوني على كافة المستويات لكن أعتقده أن دور الأمة في هذا كبير إذا وجد الروس ووجد الصينيون ووجد غيرهم أمة نفسها أولا تبدأ بالمواقف القوية ولها نسبة من استقلال قرارها وتستطيع أن تشجعون في هذا المسار فأعتقد أنهم سيفعلون ولكن المشكلة أن يقفوا هذا الموقف وأن يكون من أول المعاتبين لهم هذا تقدير وليس معلومة بعض مننا سيد الرئيس المقاومة الفلسطينية هي حركات شعبية حركات مقاومة شعبية حتى في جنوب لبناء حزب الله حركة مقاومة شعبية وهكذا تطور حتى الآن هذا البعد الشعبي في المقاومة الفلسطينية وما حققته الآن من أهداف هل سيوصل المقاومة إلى طريقة تحرير بالفعل؟ شفاق الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سوب لنا وإن الله لمع المحسنين هؤلاء القوم يحسون وموقنون بنصر الله وحمايته وتوفيقه الآن أو بعد الآن فهذا عصر يميز هذا النمط من المقاومة وهذا النمط من قتال العدو مع ذلك بالتأكيد هذه الحاضنة الشعبية أنت لك أن تتصور أن حركة هماس وحزب الله بصفية خاصة استطاع رغم أنهما لا يمثلان نظاما على الأقل على مستوى كل واحدة منهما أن يبني جيشين مقاومة لكن جيش من حيث العدد والإمكانيات والتدريب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بهذه الحاضنة الشعبية من حولهم شعوبهم وأيضا من الأمة بصفة عامة دعما لهم ولذلك أعتقد أن من أهم الأسرار في ثبات المقاومة وفي استمرار المقاومة وفي تطور المقاومة هو هذا الاحتضان الشعبي لا تنسى أن حماس تقاتل العدو فتنتصر ويؤيدها الشعب على ذلك هذا وقعت أحداث كثيرة فيه وتدخل الانتخابات فيؤيدها الشعب أيضا في ذلك فتنتصر في الانتخابات هذه المقاومة لديها حاضنة شعبية حقيقية هذا الشعب صابر عليها ورغم كل شيء واحد يتحدث فقد أكثر من عشرين من عائلته ومع ذا يقول يطالب المقاومة بأن تستمر وأنهم خلفها هذا يذكر بالمواقف التاريخية في عهد الصحابة هذا يذكر بالخنساء وأبنائها في الحقيقة جهاد فلسطين ومقاومة فلسطين لا تفتأ تقدم الدروس ما تفتأ تقدم الدروس والعبر التي ينبغي أن تأخذها الأمة بعين الاعتبار وأعتقد أن قوما كهؤلاء لديها قيادة كالقيادة أنت لا تنسى أن القائد العام لكتائب أزدين القسام هو الضيف هو محمد الضيف هذا الرجل أنا قلتها لهم ذكرني بكلمة خالد بن الوليد المشهورة أنه يموت وليس في جسده مكان إلا وفيه ضربة سيف أو رمية رمح أو طعنة برمحة أو رمية بسهم هو جسده كله محاولات اغتيال استهداف مباشر إصاب بتر إلى آخره ومع ذلك يستمر في قيادة المقاومة والمقاومة موقنة بكفاءته وقدرته على قيادتها والقيادة السياسية له أيضا موقنة ومدركة أنه قادر على القيام بهذا الدور هؤلاء الناس لديهم توفيق من الله سبحانه وتعالى ثم لديهم حاضنة شعبية تحبهم تحميهم تدعمهم تصبر من أجل جهادهم ومقاومة السيد الرئيس بالحديث عن الحاضنة الشعبية وبدأ الوقت يقترب من أن ينتهي ما هو واجب الشعوب المسلمة الآن في إسناد القضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه هذا حددته المقاومة حدده الفلسطينيون هم أصحاب القرار والناس لهم تبع قالوا بأنه ينبغي لكل أشكال الدعم والإسناد أن تنطلق طلبوا بصيفة خاصة وواضحة من دول الطوق عملا مباشرة وطلبوا من شعوب العالم العربي والإسلامي التحرك الشعب القوي الدعم لهم الجمعة أمس كانت طلبا من المقاومة وليالك قال نائب رئيس المكتب السياسي الأخصال العروري أنها بالنسبة لهم أهم من حاملة الطائرات الأمريكية بالنسبة للكيان الصهيون تصور هذه المقارنة إذا كان دعمنا في الشوارع في التظاهر في التجمع في الحديث نصرة لإخواننا في المقاومة وللقضية الفلسطينية وضد الكيان الصهيوني يساوي أو يفوق نتيجة دعم حاملات الطائرات وبالصفة خاصة فرد التي هي أقوى حامل الطائرات الأمريكية بل في العالم للكيان الصهيوني معنى ذلك أنه علينا أن نقوم بهذا باغتياح وأن ننتظر نتائج هائلة له وفعلا يوم أمس كانت الاستجابة كبيرة صحيح ناقصها في بعض المناطق بحكم أن أنظمتها خائفة خائفة وتخاف أن يكون دعم الشعب الفلسطيني مقدمة لأمور شعبية الأخرى تضرهم لكن قضية الفلسطين لا ينبغي أن تعامل معاملة سياسية بناء على الحسابات الداخلية بغي أن تترك الشعوب تعبر عن نفسها ولذلك كان يوما رائعا وكانت بغداد يوم أمس متميزة في الحقيقة كانت بغداد وبغداد ولذلك مهمتنا هو أن ننتظم في هذا التحرك في هذه الأنشطة في هذه الفعاليات أن ندعم إخواننا أعتقد أن العلماء أوضحوا وأفتو من يملك مكمالا فليقدمه من يملك صوتا فليتحدث من يملك قلما فليكتب من يملك تظاهرا فليستمر فيه أعتقد أنه إذا استمرت المظاهرات لا ينبغي أن تتوقف وكل أطراف ينبغي أن تبادر ولا ينبغي أن يتغيب أحد عن أحد مهما كانت الحسابات الداخلية بينهما أي طرف دعا إلى تجمع أو مهرجان تحت عنوانه الخاص به ينبغي أن نأتيه جميعا قضية فلسطين فوق هذه الاعتبارات ولذلك من هذا المقام وحيي كل المواقف كل الأنشطة كل الفعاليات كل المبادرات التي تطلقها مختلف الأطراف دعما لقضية فلسطين ففلسطين فعلا تجمعنا وينبغي أن نستمر كذلك شكرا جزيلا لرسال محمد جميل منصور على مشاركتي معنا في هذه الحلقة مشاهدين يا كرام أنقلوا إليكم اتحاد فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للمشاهدة